بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلاب الصف الاول الابتدائي. اعزائي اولياء الامور. اعزائي كل المتابعين للقناة. احنا نبدأ النهاردة يونت اه يونت تو. يونت تو في اه في مانج جنب ابورد. سنة اول ابتدائي. هنبدأ نشوف المحادسة دي. محادسة بسيطة جدا. اه عندي ولدين اهو. عادي الولد. ودي ولد. اه اتقابلوا. فالاولاني بيقول هلو رد عليه قال له ايه? هلو. يبقى انا اعرف من كده ان لما احيي حد اقول له ايه? هلو. طب لو حد يقلي هلو هرد اقول هلو. طب انا عايز اعرف او الشخص ده عايز يعرف اسم الودة ايه? راح بيقول له ايه? what's your name? what's your name? what's your name? رد الولد قال له ايه? my name is علي. my name is علي. my name is علي. يبقى لو حد يسألك عن اسمك هيقول لك ايه? what's your name? what's your name? what's your name? الرد هيكون ايه? my name is علي. my name is علي. طب انت اسمك احمد انا بسألك بقول لك ايه? what's your name? هتقول لي. my name is احمد. my name is احمد. طب لو انت عايز اسألني عن اسمي هتقول ايه? what's your name? انا اقول لك my name is مستر خالد. اوكي? طيب عايز اسأل اقول انت عامل النهاردة اخبارك ايه? how are you? how are you? how are you? هترد علي تقول لي. I am fine thank you. I am fine thank you. I am fine thank you. طب عايز اقول لك يلا مع السلامة. goodbye. هتقول لي goodbye. طب يلا نشوف مع بعض محادثة تاني كده. الولدين هم متقابلوا تاني. فالاولاني بيقول له. hello? رد علي قال له. hello? how old are you? خلي بالك السؤال الاولاني كان في المحادثة الاولى. how are you? هنا بيقول له. how old are you? how old are you? يعني انت عندك كم سنة? how old are you? رح قال له. I am seven years old. I am seven years old. how old are you? I am seven years old. اوكي? بيسألوا عن الكورة دي بيقول له كوه عايز يقول له الكورة دي لونها ايه? فبيقول له. what color is the ball? what color is the ball? راح رد قال له. it's white and black. it's white and black. it's white and black. طيب نشوف بقى كده عايزين نعمل ماتش. او قبل الماتش هنشوف الجمل تاني اللي عرفناها من المحادثة دي. خلاصة المحادثة. لما اسأل حد عن اسمه. اقول له. what's your name? الرد هيكون. my name is. واقول الاسم. how are you? الرد بتاعها. I am fine. thank you. how are you? يعني انت عامل ايه? I am fine. thank you. طب لو اسأله عن سنه او عن عمره اقول له ايه? how old are you? how old are you? I am seven. I am seven. what color is the ball? what color is the ball? it's black and white. it's black and white. يعني لون الكورة دي ايه? راح قال له لونها black and white. come here. come here. لو عاز انتهى اقول لك تعالى عندي هنا اقول لك come here. open your book. open your book. open your book. open your book. يعني افتح كتابك. ودلوقتي هنروح لحاجة جديدة هنتعرف عليها. هنتعرف عن حاجة اسمها vowels. حاجة اسمها ايه? vowels. ايه vowels دي? vowels اللي هي الحروف المتحركة. vowels يعني ايه? الحروف المتحركة اللي هم ايه? اي 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 او يو. اي 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 او يو. دول خمس حروف. الخمس حروف دول بنسميهم فاولز. بنسميهم ايه? فاولز. بيقول لما يكون عندي كلمة بعد كده لو عندي كلمة. آآ الكلمة ديت آآ يعني كلمة مفرد. وبادقى بحرف من الحروف دول اللي هما الفاولز دول. يبقى نحط قبلها ان. طالما انها مفرد لازم نحط قبلها ايه? اين زي مسلا اين ابل. اين اي اغ? اين اسكريم اين اورانج. اين امرلا. يبقى ابل بادقى بحرف الاي حرف متحرك. قولنا قبلها اين اي اك بادقى بحرف الاي برضو بنسميه حرف متحرك عشان كده قابلها. باتقى بحرف برضو حرف عشان كده اخدنا قابلها. باتقى بحرف خدنا قابلها. باتقى بحرف برضو من خدنا قابلها. اما لو الكلمة المفرد كانت بتقى بحرف غير الفاول حرف تاني يعني حرف ساكن بيبقى ناخد قابلها طالما انها مفرد زي اي كار اي اي دوغ اي فش اي بلون يبقى الكلمات دي كلها بقى بقى حرف السي والبي والدي والاف والبي كل حروف دي كلها كونسنانت يعني حروف ساكنة عشان كده في المفرد خدنا قابلها حطاني قابلها لكن الكلمات دي بقى بحرف يعني حرف متحرك عشان كده اخدنا قابلها طيب لو انت فهمت الدرس ده تعالوا نشوف الجمل اللي عندنا دي عايز كل جمل من الكلمات من الجمل اللي عندك دي هنحط قابلها يام اي يام اي نمبر وان ذي ريز كات اون ذا تابل يترى ذي ريز اي كات ولا اي كات نمبر تو ذي ريز وبقى كده ابل اون ذا تابل في عندك كلمة ابل اهيه يبقى لها اي ولا ان? وبقى كده there is pencil case. يا ترك قبل كلمة pencil case. هنحط اي ولا ان? نمبر فور. بقى كده هنحط قبلها اي ولا ان? هي بقتها بحرف الاي يعني حرف فاول. نمبر فايف. برضو انت بقتها بحرف فاول حرف الاي. يبقى نحط قبلها اي ولا ان? اخر جملة there is وبقى كده رولر. طبعا بدأ بحرف يعني مش فاول. وكل الكلمات اللي احنا قلناها دول كلهم مفرد. يعني عايزين اي او ان? تشوف دي هنحط قبلها اي او ان? تقرأ الجمل كويس. اقرأ الاول اللي فوق. آآ راجع الفيديو كويس. وعايزك تحللي الست جمل دول. وعايز الاقي حلولهم ان شاء الله تبعتهم لي في تحت الفيديو. آآ السادة قولها الامور. السادة المتابعين. السادة كل المتابعي القناة. يا ريت آآ كل المبتدئين كمان. يعني مش لازم سنة اولة ابتدائي يعني ولا تانية ابتدائي. اولة ابتدائي تانية ابتدائي ربعة ابتدائي خمسة ساقي اي سنة. آآ ان شاء الله يكون معك بكالل روسو بس مش عارف انجلش او معك مش عارف انجلش. تابع ما هي القناة وهنبدأ الانجليز من الاول خالص. آآ لو عجبك العجبات القناة عايز لايك وعايز تفاعل ان شاء الله في القناة. آآ لو انت عايز الاجابات بتاعت الجمل دي ابعتها لي في تحت الفيديو. وآآ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.